بداية بعض الأخبار التي ترد على الوكالات هذا الصباح يبدو بأنه تم عفاء محافظ البنك المركزي من منصبه من قبل رئيس الوزراء العراقي وتكليف عفواً علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة لا بد أن أذكر بأنه قبل حوالي شهر أو شهرين نوفمبر من العام الماضي كان هناك تحقيقات تجري مع البنك المركزي من قبل قضاء في العراق بشأن تورط البنك المركزي هناك تورط محتمل في عملية احتيال بمليارات الدولارات كان وجد تحقيق داخل أجرته وزارة المالية سابقاً العام الماضي بعض المسؤولين بالوزارة ساعدوا باختلاص حوالي 3.5 مليار دولار المسؤولين كانوا كتبوا شكات قيمة 3.7 تريليون دينار عراقي حوالي 2.5 مليار دولار لخمس شركات وهذه السفقات كانت تمت بقيمة نحو 2.8% من ميزانية الحكومة العراقية للعام 2021 ببالغ كبيرة تم التحقيق من قبل وزارة المالية وجد أن مسؤولين بالوزارة متورطين بذلك وكان في تحقيق بنهاية العام الماضي من قبل قضاء بالعراق مع البنك المركزي العراقي بشكل تورطه المحتمل الآن يرد بفقط إعفاء محافظة البنك المركزي لا أعرف إذا كان للموضوعين في صلة أم لا سوف نتابع هذا الموضوع ومستجداته معكم فورا ورودها اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع سبا معي أنا سبا عودي اشتركوا في القناة